الحمد لله الحمد لله مُدبِّر الأمور ومُصرِّف الأعوام والشُهور أحمدُه سبحانه هو ربِّي لا إله إلا هو الحيُّ القيُّوم العزيز الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالِك يوم الدين والنُشور وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه المبعوثُ إلى الثقلَين بالهُدى والنُور صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابِه وأتباعِهم بإحسانٍ على مرِّ العُصور وكرِّ الدُّهور أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أيها المسلمون إن لكل شيءٍ في هذه الدنيا نهاية وإن هذا العام الهجري قد آذن بالرحيل وذلك دافعٌ إلى أخذ العِبَر والتفكُّر بقيمة الدهر فمرورُ الساعات والشُّهور والأيام وتصرُّمُ الدُّهور والأعوام وما فيها من الوقائع الجسام عبرةٌ للمُعتبرين وذكرى للذاكرين قال أحد السلف لا خير في الحياة إلا لتائبٍ أو رجُلٍ يعمل في الدرجات يعني أن التائب يمحُو بالتوبة ما سلف من السيئات والعامل يجتهدُ في علُو الدرجات ومن عداهما فهو خاسرٌ كما قال جل في علاه والعصر إن الإنسان لفي خُسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأقسم الله تعالى أن كل إنسانٍ في هذه الدنيا خاسر إلا من اتَّصَفَ بهذه الأوصاف الأربعة الإيمانُ بالله والعملُ الصالح والتواصِ بالحق والتواصِ بالصبر على الحق هذه السورة ميزانٌ للأعمال يزِن المؤمنُ بها نفسه فيبينُ له بها ربحُه من خُسرانه ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على عباده حُجَّةً إلا هذه السورة لَكَفَتْهُمْ أي لَكَفَتْهُمْ في باب الاتِّعاض والاعتبار بمرور الأيام والشهور والسنوات وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعذر الله إلى امرئٍ أخَّر أجله حتى بلَّغه ستين سنة وفي الترمذي قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلُّهم من يجوزُ ذلك يا أبناء العشرين كم مات ورحل من أقرانكم وأصحابكم وخلانكم وتخلَّفتم بعدهم في هذه الدنيا يا أبناء الثلاثين أصبتم بالشباب على قربٍ من العهد فما تأسَّفتم يا أبناء الأربعين ذهب الصِباء وأنتم على اللهو قد عكفتم يا أبناء الخمسين قد تنصَّفتم المئة وما أنصفتم يا أبناء الستين أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم إسرافًا كبيرًا يا من تمرُّ عليه سنةٌ بعد سنة وهو مستثقلٌ في نوم الغفلة والسنة يا من يأت عليه عامٌ بعد عام وقد غرِق في بحر الخطايا فعامًا وغرِق في ذنوبه يُشاهِد الآيات والعِبر كلما توالت عليه الأعوام والشُّهور ويسمع الآيات والسُّور ولا ينتفِع بما يسمع ولا بما يرى من عضائم الأمور ما الحيلة في من سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصُّدور ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور فعلينا يا معاشر المسلمين علينا جميعًا أن نعتبر بمن مدَّ الله بأعمارهم وأرسل لهم النُّذُر قال جل وعلا أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ قال غير واحدٍ من المُفَسِّرين بأن النذير هو الشيب الذي خرج في العارضين وفي الرأس هذا الشيب نذيرٌ للرحيل من هذه الدنيا وكفى بالشيب واعِظًا لمن اعتبر فتذكَّروا رحمكم الله بانقِضاء العام الهجري انقِضاء الأعمار وتذكَّروا بالانتقال لعامٍ جديدٍ هجري الانتقال إلى دار القرار جنَّة النعيم جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها قال جل وعلا يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئةً فلا يُجزَى إلا مثلها ومن عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنَّة يُرزقون فيها بغير حساب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم مما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المُستغفرين الحمد لله الحمد لله وكفى وصلاةٌ وسلامٌ على رسوله المُجتبى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أما بعد فاتقوا الله حق التقوى أيها المسلمون هناك بعض المُخالفات التي تنتشر نهاية كل عامٍ هجري تنتشر هذه المُخالفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية ونحوها ومن ذلكم يا معاشر المسلمين أولى هذه المُخالفات لا يُشرع التهنئة بالعام الهجري الجديد لعدم وروده عن السلف الصالح من القرون المُفضَّلة ولو كان خيرًا لسبقون إليك ولكنك أخي المسلم إن بادرك أحدٌ بالتهنئة فقل وإياك وجزاك الله خيرًا ونحوًا من هذه العبارات وثاني هذه المُخالفات معاشر المسلمين يعتقد كثيرٌ من المسلمين يعتقد أن صحائف الأعمال تُطوَى مع نهاية العام الهجري وهذا غير صوابٍ ومُخالِفٌ للنصِّ والدليل والصحيحُ أيها المؤمنون أن صحائف الأعمال إنما تُطوَى بموت الإنسان قال العلامة الإمام بن القيم رحمه الله عمل العام الهجري عمل العام يُرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق ويُعرَب عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس ولذلك استُحِبَّ صيامُهما حتى يُرفع عملك إلى الله وأنت في حال عبادة وفي حال خُضوعٍ لله تبارك وتعالى وأما الرفع الثالث فهو عمل اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يُرفع في آخره قبل الليل وعمل الليل في آخره قبل النهار وأما الرفع الرابع والأخير والحاسِم والنهائي هو إذا انقضَى الأجَلُ إذا انقضَى الأجَلُ رُفِعَ عملُ العُمر كلِّه وطُويت صحيفة العمل انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله وثالثُ هذه المُخالفات التي تُوجَدُ في نهاية العام الهجري أنه لا يجوز الاحتفال برأس السنة الهجرية أو ذكرى الهجرة النبوية لأن فيه تشبُّهاً بأعياد غير المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن تشبَّه بقومٍ فهو منهم وقد نُهين عن التشبُّه بهم وكذلك هو أمرٌ حادِثٌ لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده لا سيَّما والسنة الهجرية لم تُوقَّت إلا في زمن الخليفة الراشِد عُمر رضي الله عنه فالاحتفال برأس السنة الهجرية أو بالهجرة النبوية بدعةٌ منكرة ورابِع هذه المُخالفات أيها المؤمنون لا يجوز تخصيص آخر العام الهجري بعبادةٍ كصلاةٍ أو صيامٍ فإننا نرى ونشاهد ونسمع في وسائل التواصل الاجتماعي يقول بعضهم لنختم العام الهجري بصيامٍ لله تبارك وتعالى أو لنختم العام الهجري بقيامٍ في هذه الليلة هذا كلُّه غير مشروعٍ وغير واردٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فلا ينبغي أيها الكرام إحداثُ هذه البِدع التي ليس لها أصلٌ في شرعنا وخامِسُ هذه المُخالفات وآخرُها أيها الكرام أيها الفُضَلاء لا ينبغي نشرُ رسائل طلب العفو والمُسامحة نهاية العام ترِدُ عددٌ وعشراتٌ من الرسائل يقول في نهاية هذا العام الهجري أطلُب منكم الحلَّ والإباحة وأن تصفحوا عني وأن تتجاوزوا عن زلَّاتي وهفواتي هذا كلُّه لا أصل له والأولى بالمُسلم أن يتخلَّق بالخُلُق الذي أمر الله تبارك وتعالى به خذ العفو وأمر بالعُرف وأعرض عن الجاهلين المُؤمنُ ينبغي أن يكون سمحًا مسامحًا صافحًا متجاوزًا عن زلَّات إخوانه في السنة كلها ولذلك قال الله تبارك وتعالى فمن عفى وأصلح فأجرُه على الله وقال جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبُّون أن يغفر الله لكم والله غفورٌ رحيم عباد الله قال الله جل في علاه إن الله وملائكته يصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الطيِّبين الطاهرين اللهم ارضَ عن الخلفاء الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين والصحابة والآل أجمعين ومن تبِعهم إلى يوم الدين اللهم عزَّ دينك وكتابك وسنَّة نبيِّك وعبادك الصالحين اللهم انصُر من نصر الدين واخذُل من خذَل عبادك الموحِّدين اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلِح أحوال المسلمين في بلاد كندا اللهم أصلِح أوطان المسلمين اللهم أصلِح أوطان المسلمين وديارهم وولِّ عليهم خيارهم واكثِهم شرَّ شرارهم اللهم رُدَّ المسلمين المهجَّرين إلى ديارهم وأوطانهم رُدَّهم سالِمين غانِمين برحمتِك يا أرحمَ الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمَّهاتنا وارحمهم كما ربَّونا صغارًا وارزُقنا برَّهم أحياءً وأمواتًا اللهم عِزَّ دينَك وكتابَك وسُنَّة نبيِّك وعبادَك الصالِحين اللهم أصلِح قلوبَنا وأصلِح نياتنا وذُرِّياتنا اللهم أصلِح شبابَنا اللهم طهِّر قلوبَنا من النفاق وأعمالَنا من الرياء وألسِنتَنا من الكذِب وأعيُنَنا من الخيانة وأموالَنا من الرباء وبيوتَنا من الفساد برحمتِك يا أرحمَ الراحمين عباد الله إن الله يأمرُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيضكم لعلكم تذكَّرون فاذكروا الله العظيم يذكُركم واشكُروه على وافِر نعامِه يزِدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون